سامي الأطرش المتهم بتفخيخ سيارات استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية مات وماتت معه وطرافاته ولكن في اليوم الثالث لتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع بات بإمكان مخابرة الجيش أن تحصل على معلومات من أحد أفراد مجموعته ألا وهو شقيقه أحمد الأطرش الملقب بنسر عرسال وأحد المتورطين الخطيرين بتفخيخ السيارات وذلك بعد مداهمة مكان تواجده في عرسال وتوقيفه أما علي خضر جعفر المعروف بعلي الشعار وهو أحد أخطر المطلوبين فأوقف وتحديداً في حي الشراوينة حيث تمكنت قوة من الجيش من توقيف الشعار هو الذي ارتبط اسمه بالكثير من عمليات الخطف مقابل فيديا مالية والصادرة بحقه مذكرات توقيف عداء الشعار كان شارك في اعتدائين استهدفا دوريات لقوى الأمن الداخلي في بعلبك استشهد بنتجتهما عدد من العسكريين كما شارك مع إحدى العصابات في الاعتداء على دورية للجيش في رياق في 13-04-2009 ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة ضابط بجروح بلغة الجيش دائماً مرحب في بشروني وهنا أهلنا ونحن نتمنى يكون مع الخطة الأمنية يكون في خطة إنمائية نحن نرحب بالخطة الأمنية والجيش أصلاً موجود عندنا نحن من 98 موجود هام بالمنطقة وبالحاية عندنا من سنوات موجود له مركزين في تنفيذه للأجراءات الأمنية في البقاع يبدو الجيش والقوى الأمنية عازمة على وضع حد لشتى أنواع المخالفات وبسط يدها وقد تمكنت فصيلة عرسال في وحدة الدرك الأقليمي من ضبط تسع سيارات ست منها مسروقة وثلاث دون قيود كما أوقف الجيش سوريان الاشتباه بانتمائه إلى جماعات إرهابية وطالت حملات التوقيف أشخاصاً أقدموا على قطع طرقات والتعرض للعابرين